وحول ذلك نرحب بالمحل السياسي باكير أتجان المحل التركي معنا في الستوديو مساء الخير أستاذ باكير شكرا جزيلا سعيدين أن تكون معنا في هذه البقية الخاصة اليوم بذكرى الخامس عشر من تموز يعني أود أن أسألك العام الماضي كيف تلقيت خبر أو الساعات الأولى من الانقلاب أين كنت ما هو يمكن الشعور الأول الذي اجتاحك بمجرد أن سابت أن البلد في حالة انقلاب يعني ساعت الخبر كنت ذاهب إلى البيت فلما سمعت فعلا تفاجأت في البداية لم أصدق هذا الخبر بأن هناك محاولة انقلابية في تركيا لأن حسب يعني التاريخ التركي صحيح تركيا عاشت انقلابات عديدة في السنوات الماضية ولكن كنا نتخيل نحن الأتراك بأن أهل الانقلابات انتهت في تركيا لأن تركيا كانت أو أصبحت دولة ديمقراطية ولا ممكن أن يلقى أي محاولة انقلابية ترحيب شعبي من الداخل وأيضا دعم وترحيب من الدول التي كانت تدعي بأنها ديمقراطية وإلى الحرية وإلى جانب حقوق الانساء طيب برايك لماذا عاد هذا الانقلاب؟ يعني كانت تركيا شهدت أربع انقلابات في عام ست ألف وتسعمائة ستين وألف وتسعمائة واحد وسبعين وثمانين وسبعة وتسعين لماذا عادت فترة الانقلابات؟ لماذا عادت أولا الدول التي لها مصلحة في الشرق الأوسط والتي تحاول أن تسيطر على منابع النفط الطاقة والمياه لابد كانت أن تستمر في إما أن تكون هي الحاكمة على هذه المناطق كما حصل في العراق وكما يحصل في سوريا ولكن في تركيا ربما ليس من الأمر السهل أن يحكموا هم أو يتدخلوا بشكل مباشر كما تدخلوا في هذه الدول لذلك اتجهوا إلى دعم الانقلابيين لكي يستمروا في مخططاتهم ولكي تبقى الشرق الأوسط وخاصة تركيا والدول المجاورة تحت سيطرتهم لأن الغرب إن كانت ألمانيا النازية أو هولندا الفاشية والولايات المتحدة الأمبريالية ومن معها ملحقاتها كلهم يسعون إلى مخططات جديدة في الشرق الأوسط وخاصة لحماية أمن والسقرار إسرائيل نعم هناك تكهنات بحدوث انقلاب آخر ما رأيك يعني هل اليوم البيئة في تركيا هي بيئة حاضنة لانقلابات أم لا هي فقط تكهنات لا أكثر بهدف ربما إيجاد ضعضعة بين الشعب التركي طبيعي الدول التي ذكرتها قبل قليل تحاول أن تحدث شيئا ما ولو كانت انقلابا بشكل بسيط أو بشكل فعال لأنها تريد أن تسيطر على الدولة التركية بأي شكل إن كان إن كانت عن طريق الانقلابات أو عن طريق أخرى ولكن الانقلاب طبيعي وارد ولكن يجب أن نعرف جيدا وخاصة بعد فشل الانقلاب السنة الماضية ليس من الأمر السهل وخاصة في هذه السنين أو في هذه الأيام ولو حصل الانقلاب أن ينجح لأن الشعب التركي يدرك تماما بأن لن يكون لهم مصلحة مع الانقلابين لأن الانقلاب تعني ارتباط تركيا إلى الدول الاستعمارية الامبريالية لكي يمتص خيرات ليست فقط تركيا وإنما الدول المجاورة أيضا وأيضا لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا والدول المجاورة أيضا لخلق حرب داخلية بين هذه الدول وعلى رأسي تركيا حرب أهلية بين سكانها الأصليين وبين جيرانها أيضا وهذه تعني بأن هذا الخلل سوف تكون لمصلحتهم والشعب التركي يدرك تماما لذلك ليس من الأمر السهل أن ينجح أي انقلاب في تركيا في هذه الأيام وفي السنوات القادمة لأن الشعب التركي أصبح يدرك ما هي الحرية ما هي الدموقراطية ما هي العدالة ما هي حقوق الإنسان عكس الدول التي تدعي بأنها إلى جانب الحريات إلى جانب الدموقراطية إلى جانب حقوق الإنسان ما الذي تغير في تركيا بعد عام من الانقلاب نتحدث سواء كان سياسيا أو حتى اجتماعيا بالنسبة لنأخذها من الناحية الاجتماعية يعني صار في علاقات بين الناس العلاقة التي كانت تربطهم علما بأن هناك اختلافات في السياسة وفي العقيدة في عدة العلاقات الاجتماعية بشكل عام إن كانوا علمانين أو غير علمانين هذه كلها أثرت بعد محاولة الانقلاب حيث أخذت مغزى بأن الإنسان أو أن يكون له علاقة مع الآخر بشكل جيد لأن الإنقلاب لا يفرق بين العلماني وغير العلماني أو المحافظ وغير المحافظ أو العكس لذلك أصبح يدرك بأن هذه استثمار لقطع العلاقة الأخوية بين الشعب بذاته في نفس الوقت ومن الناحية السياسية من الناحية السياسية أصبحت تركيا قوية أكثر مما كانت عليه لأن الذين كانوا ضد الدولة الذين كان لهم علاقة مباشرة مع الأمبريالية إن كانت الأمبريالية التي كما قلت الفاشية النازية أو الأمبريالية الأمريكية يعني ربما تقصد المعارضة التركية طبيعا المعارضة التركية هي جزء لا تتجزأ وتفعل ما تؤمر لهم من الخارج هم لن يمثلوا الشعب التركي ولكن نحن نلاحظ أن هناك أحزاب واجهات كانت معارضة لرئيس رجب طيب أردوغان إلا أنها فعلا دعمته ووقفت إلى جانبه خلال الساعات الخلاب يعني لأول مرة في تاريخ تركيا أو في تاريخ الدول يحصل هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة أقصد المؤيدين لجناح المعارضة والمؤيدين للحكومة علاقات جيدة جدا والكل ضد الانقلاب ربما لن يحصل في أي دولة في العالم إلا في تركيا لأول مرة والدليل على ذلك خلال بعد الانقلاب مباشرة أو بعد إفشال الانقلاب أصبحت هناك تجمعات من جميع الاتجاهات السياسية والعرقية والمذبية تحت مظلة واحد الكل ينادي بوحدة تركيا وإلى جانب تركيا الحرية والديمقراطية وضد التقسيم وضد الإمبريالية وضد الحركات التي كانت تنادي بالمعارضة التي كانت موجودة في هذه الفترة العام الماضي لاحظنا على شاشات بعض التلفزيونات العربية أو حتى الغربية أخبار تواردت أن الرئيس رجب طيب أردوغان هرب إلى ألمانيا أو إلى دول أخرى دول لجوء يعني برأيك هل هذه الدول أو كيف حاول هذه الدول أن تستغل هذا الانقلاب وربما تروج لبعض الأمور ومنها هرب الرئيس رجب طيب أردوغان رغم أنه كان موجود ما الهدف كان من ذلك يعني هذه الهدف كانت دعم الانقلابين بطريقة غير مباشرة لأن كما هو معروف لو فعلا ترك السياسيين وعلى رأسهم أردوغان الدولة لكان الانقلاب ناجح مئة في المئة ثانيا لو لم يكن أردوغان ما زال موجودا في تركيا لما كانت الشعب التركي كلها على الساحات خرجوا وينددون بالانقلابين وحتى رموا بأنفسهم تحت المدافع والدبابات والمدرات وأنا كنت أود أن أسألك كيف استطاعت تركيا أن تفشل هذا الانقلاب أفشلته بجدارة وبسرعة قياسية طبعا يعني يعود الفضل أولا يجب أن نعرف جيدا بعون الله تعالى ولكن ثلاث نقاط مهمة أولا أحد رؤساء الانقلابين الذي سقط رميا بالرصاص أمام الجندي الذي قتله منذ لحظات أولى من إعلان الانقلاب هذه غيرت مجرى الانقلاب النقطة الثانية والتي هي مهم إلى هذه الفترة جميع الانقلابات التي حصلت كما قلت قبل قليل ستين واحد وسبعين ثمانين وتسعة وسبعين كلها كانت يعني الشعب لما يسمع هناك انقلاب عسكري كانوا يذهبون ويتخبؤون في بيوتهم ولكن لأول مرة في تاريخ تركيا الشعب خرج ضد الانقلابين لن يقبلوا بهذا الانقلاب لأنها اعتبروها عار وفي نفس الوقت غير جيد لمستقبل تركيا لأمن واستقرار تركيا سياسيا اقتصاديا عسكريا وحتى اجتماعيا والنقطة الثالثة والتي أيضا هي مهم خروج الرئيس اردوغان واعلانه بانه ما زال في تركيا ويهدد الانقلابين بانهم هم ادات للدول التي تطمع في خيرات وتقسيم البلاد وخاصة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لتركيا ماذا اليوم ينتقد بعد الساسة الغرب خاصة الرئيس رجيب طيب اردوغان ويقول انه استغل هذا الانقلاب ايضا لمصالحه وذلك عندما تم تغيير قانون الدستور في تركيا واصبح لرئيس صلاحيات اكثر مما كانت في السابق هل توافق ذلك طبيعي لا يعني على سبيل المثال اي الدول التي تدعي الدول التي تدعي بانها عندهم ديمقراطية هذه الدمقراطية الذين هم حمد انقلابيين الذين ما زالوا يحمون الارهاب في تركيا وفي كل المناطق الذين حاولوا قتل الشعب التركي والذين دمروا رموز الدولة وعلى رأسها البرلمان والمناطق الرئيسية الوزارات الرئاسة البلدية الرئاسة المحافظة الامن في تركيا الذين هربوا من هذه الافعال الى المانيا والى الولايات المتحدة ما زالوا ينادون لهؤلاء بانهم هم اصحاب الحق والذين قتلوا واستشهدوا من اجل حماية رموز الدولة من اجل حماية الدمقراطية والحرية الذين رموا بانفسهم تحت الدبابات والمدرعات كانوا هم اشتشهدوا من اجل حماية وطن واتهموهم بانهم هم الذين كانوا الى جانب الدكتاتورية يعني الدول التي تدعي بالدمقراطية بحقوق الانسان بانهم ضد الدكتاتورية هم يحاولون دعم الانقلاب وماذا تعني الانقلاب تعني الدكتاتورية ماذا تعني الانقلاب لا يوجد حقوق الانسان ماذا تعني الانقلاب ضد الحرية ماذا تعني الانقلاب ضد الدمقراطية اين هذه الدول التي ما زالت وعلى رأس ألمانيا والولايات المتحدة التي تدعي بالحرية والكرامة والديمقراطية وبحقوق الإنسان سقطوا أمام ما حصل في تركيا وخاصة باللجوء إلى احتضان الانقلابيين والهاربين من الإرهابيين إلى هذه الدولة بالحديث بما يتعلق بالانقلابيين تركيا تطالب الولايات المتحدة بتسليمها فتح الله قولانو فالانقلابيين الذين ذهبوا إلى ألمانيا وسويسا وليونان هل ستستجيب هذه الدول لطلب الحكومات التركية وفي حال لم تستجب كيف سيؤثر ذلك على علاقة تركيا بهذه الدول طبيعي غير ممكن أن يستجيبوا على هذا الطلب لأن هذه الدول موجودين لحماية الظالمين هم وجدوا لكي لا يكون في تركيا أو الدول حتى الشرق الأوسط هم إلى جانب الدكتاتوريان لا يريدون دولة ديمقراطية لا يريدون دولة توجد فيها حرية لا يريدون دولة أن تكون فيها حقوق الإنسان لأن إذا كانت دولة توجد فيها الحرية توجد فيها الدمقراطية هذه الدول سوف تتطور ولا يحتاجون إلى هذه الدول الإمبريالية لذلك لكي يطبقوا مخططاتهم ولكي يستغلوا هذه الدول هم دائما داعمين إلى الانقلاب إلى الظلم إلى الإرهاب كما ولن يسلموا ليس فقط جماعة جولان من هرب وأساء للدولة أساء للشعب التركي قتل وشرد شعوب المنطقة لأنهم هؤلاء في خدمتهم وفي خدمة مصالحهم نعم نحن نشكر وجودك معنا المحلل السياسي باكير أتجان شكرا جزيلا لك ولي تركيا وشعب التركي كل الازدهار والتقدم والخير شكرا جزيلا